بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرفين مرسلين معكم الاستاذ امين استاذ السلك تاني تانوي استاذ رياضيات اذا مرحبا مرة اخرى بالجميع في قناتي على اليوتيوب اذا اولا وقبل كل شيء باش نكونوا صارحين مع بعض زياتنا هاد التمارين اللي غادي نخدم في هاد الدرس هادا ما يمكنش نكونوا فاهمينهم زيان الى ما كناش ضابطين الدرس اذا لا بالتاقبل لما نخدم هاد التمارين هادو لا بتما خاصة نطلع على الترس في اه الرابط اللي غادي نخليه تحت الفيديو اذا الترس درته فيه جزء اين الجزء الاول والجزء الثاني اذا كما قلنا في الاول هاد الترس مشترك بين جميع الشعب هي الاختلاف ديالو فين كين هو انه التمارين تختلف الصعوبة دياله من الشعب الى اخرى وبعد الشعب الاخرى كين اضافات بسيطة جدا اه اذا باش نعود نتكروا بالترس بصفة عامة كما قلنا في بداية الدرس اه ايكا تذكر بسيط عدد السحابات الممكنة كنا رمزنا لها بكاردينال اوميغا وقلنا بانه الى كنا تنسحبوه الكواري او الاوراق او الاسماء اشخاص او ما شيب الطبط دائما كورات كنا تنسحبوهم دانيين اللي تتعني في اين وحيد يعني تقا واحدة تنخدموه دائما بالسيء والسيء شفنا كيف باش نخدموها في الجزء الاول جيل بترس ولا قلنا بالتتابع وبدون احلى نخدم باع وقلنا بالتتابع وبيحلى نخدم بان اصبع اذا لا بتقبل من اي تمرين لا بتخصني نشوف عشنا هو عشنا هي النوع او طريقة السحب اللي تبدأ بها في التمرين قصرت له البلمزيان اذا اه كاشارة هنا اي ان راية مجموعة اذا تكون تحت ان مجموعة الكورات في الصندوق الكورات كتب تبليموا يعني مش بالطرورة تكون كورات انما ممكن اشخاص او لا ارقام او لا اه اوراق لعيب او لا اه نيرد ممكن شح من حاجة بمجموعة الكورات المسحوبة يعني شح سحبنا من الكورة هنا كاشارة غادي نحاول نزيده نعاوض نتعمقه في الترسم زين شي شوية اه اه ضفت هنا واحد واحد لملاحظة مهمة جدا كما قلنا لك ناخد من التانين في انين واحد الترتيب غير مهم ونها كملاحظة تانية بالتتابع بدون احلال ترتيب مهم جدا ودرت واحد اشارة زيان احنا اه ديال اه نردت البلمزيان بان الترتيب مهم فين اقتما عندي بالتتابع وباحلال وبدون احلال يعني بجوجو يعني بالتتابع وبين احلال وبالتتابع باحلال عندي ترتيب مهم اشنا هو ترتيب هدا ولا شي اللي اقلي هات ترتيب وامتى خاص ندره كل شي نشوفه في باقي عناصر الترس وهر اللي خاصنا ردت البلمزيان هو لك الناخ التامين تانيا ترتيب غير مهم معلش ترتيب غير مهم لانني انا مني تنسح بالكورات اصحبها مرة واحدة يعني ما كناش شكونية لولة شكونية التانية شكونية التالتة او رابعة يعني ما كناش واحد الترتيب او لما يدخلوا اشخاص في انين واحد من واحد الباب ما تنقول شكون اول 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 التالي. ما لكن ميتا نقول بالتتابعة بدون احلال لا بتهن الترتيب مهم. يعني شكون الكورة اللولة اللي سحبت شكون الكورة الثانية اللي سحبت. هنا تظهر اه واحد اجاز متاع معامل الترتيب. وغادي نشوفو كما قلت لكم ده ما ما نزربوش. هدي نشوفو باقي الدرس عشان هو هاد معامل الترتيب ويمتخصني نديره. وقت ما كنت خدا بالتتابعة باحلال. ترد البلا لك الترتيب التوره مهم. اذا في حالة واحدة فقط الترتيب غير مهم. اذا نشوفنا في بداية ديال الترس. وشفنا في الجزء ديال الترس انه. وإلا بنحسب احتمال اي حادث كيفما كان. وقت ما سمعت احتمال. ديال اي حادث ترمز عليه باش بي دو ايكس. يعني البروبابيليتي دو ايكس. البروبابيليتي دو ايكس هي كاردينال ديال ايكس. يعني عدد السحابات التي تحقق لحادث ايكس. وكما شفنا 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 في الجزء الثاني من الترس. عندنا لا بتخصى نكونوا عارفين اشنا هم الاجهزاء ديال اه ديال الترس وخصين نكون ضبط التقاوعد مزيئ. قبل ما نجاوب على التمير. يعني ده بدا ندير واحد التذكير بسيط جدا. اه لا كاخدين الاميغا اللي هو عدد السحابات الممكنة اللي قناة نحسبه في هذا الجزء. هي كملاحظة هنا يا ملاحظة دائما احتمال اي حادث دائما احتمال اي حادث لابد خصو يخرج لي صغر من واحد. واكبر من صفر. اذا الى خرجت لي احسبتي احتمال تحصل حادث وخرجت لي شي قيمة كبر من واحد فاذاك الاحتمال عندي خطأ. يعني ما صحيحش. او ليلة قدرت شي احتمال وخرج لي سليم او الا قل من زيرو او لا شي حاجة بحالك. فالاحتمال عندي خطأ. اذا دائما الاحتمال مني تنحسبه خصو يخرج لي محصور ما بين صفر وواحد. اذا كان هذا كتذكير فقط للترس. اللي بيشوف الترس ويحاول يشوف لازي طب لدرنا باش بيناه تشاعده وباش حاول نفع من الترسم زيان. ارجع للجزء الاول. والجزء الثاني ديان الترس. اللي كينين اسفل. اه. غاز نخليهم في واحدة الرابط ان شاء الله رحمه الرحيم. ولكن لديك تساؤلات لاشي حاجة. احاولوا اخليوا لي لي كومنتر. باش نحاول نجاوب عليهم في اقرب وقت. اذا ندزل واحدة ابучüne هنا هو ان اولاد نقوله شامل في كل شئ غاز نحاولوا نخدموه بثلاتة طرق. نخدموه بطريقة في اللولة نجيروا السحب في انين واحد والمرتان نزير السحب بالتتابع ولدون يعحلال والمرات التالتان نجير السحب بالتتابع وبإحلال. yani نفس التمرين غاز نخدموه بثلاتة طرق في ديان السحب. action لو يقول ب Constant對 من هو يحتوي صندوق على عشر كورات. اذا انا لاحظنا هذا الصندوق هذا فيه عشر كورات. هنا هنا واحد جوج تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ست عشر. اذا عشر كورات كنين هنا يا عشر كورات. خمسة من ها حمرين. الى تطلحت خمسة حمرين. وتلاتة زرقاء وتلاتة زرقين وكورتين سودا ويتين. اذا اشحال في المجموع عندي خمسة حمرين زائد ثلاثة هي ثمانية وكورتين سودا ويتين هي عشرة. نسحب عشوائيا كيف ما قلنا عشوائيا ما تتقصد ما تتغير ليه في تمرين والدة يعني بانه السحب. بلا ما نشوفه في الصندوق. بلا ما نعرفه اشنا هم الكورات. بلا ما تكون شو حدا ملسا واحدة حرشان نكون عارفه مسبقا اشنا هو الاحتمال. اذا انت كنتشي عشوائي. اذا ما كنلاغوش لوال. وفي آن واحد. اذا لاحطني واحد القادية هنا يا في آن واحد رمزت لها او لا اه درتها بلون مغير. انه بلون احمر. يعني طريقة السحب هنا في آن واحد. يعني الى قلية في آن واحد كما قلنا هنا يا كان الى قلية في آن واحد خاصة نخدم في باقي التمرين. في باقي التمرين خاصة نخدم بالسي ان بي. دك شلاش غازية التمرين كامل وغازي نخدم بالسي. ثلاثة كورات. اذا ثلاثة كورات بالازرق يعني شحال من كورة سحبت. اول سؤال قال لي كم عدد السحابات الممكنة. هات كم عدد السحابات الممكنة. هو اللي سميناه كاغدينال اوميغا وعرفنا كيفاش نحسبوه. في شو سأول. ثانيا سؤال تاني اللي هو الاغلبية اللي امتحنات تكون في هي الأسئلة التانية. وحسب احتمال الاحداث التالية. الحدث تليولي او اسموها قليل حصول على 3 كورات حمراء؟ يعني اشنوا الاحتمال دي لاني ا dudاش نحصل على 3 كورة كلهم حمرين? اذا اشنواها الاحتمال اللي عندي? بي. الحصول على 3 كورة من نفس اللون. يعني هذه مره مقصد ليش بتضبط الحمرين? وانما قليل لي 3 كورة من نفس اللون فقط. اذا هنا انا يتبع له اما زيون خرجوا لي 3 حمرين او لا ثلاثة زرقين. اما الأسود لا يمكن لأنه يوجد كرة سوداء فقط. إذن عندي جوجة آآ امكانيات هنا يا خاصين عارف كيفاش نحسب الاحتمال. السي الحصول على كرةين حمراء وتين وكرة سوداء. إذن بنحصل على كرة جوج ثلاثة الكواري منهم جوج حمرين ووحدة منهم سوداء. إذن في المجموعة ثلاثة. دي الحصول على ثلاثة كرات مختلفة. وبعض المرات يزيدك واحدة كلمة ثلاثة كرة مختلفة متنا متنا. إذن هنا لتنقصده نفد التية متنا متنا. عشان نقصده بهذا ما بثلاثة هم مختلفين. يعني وحدة متات شبهة لاخرى. يعني مش يجيش بحال بحالة وحدة مختلفة عليهم وإنما بثلاثة هم مختلفين. يعني وحدة حمراء ووحدة زرقاء ووحدة كحلاء. إذن كان هذا كبداية التمرين تنحاولون نفهموا التمرين أكثر. وقد سنطرقوا العناصر الإجابة. إذن بسم الله. إذن كما شفنا حاولنا نرسمنا الصندوق ديالنا. الصندوق في ثلاث كرات زرقاء وكورتين سوداوتين وخمس كرات حمراء يعني في المجموعة. آآ عشر كرات. هنا يكتب توعد الجملة هو السحب في آن واحد لثلاث كرات. إذن خاصنا نذكر طريقة السحب. إذا قال لي بالتتابع. يعني ولكن في التمرين هذا. كما شفنا قال لي السحب في آن واحد. إذن السحب في آن واحد. شفنا الكرة بننزل في صندوق. ماشي اتنان ماشي اربعة ماشي واحد. بننزل ثلاث كرات. إذن اول حاجة كما قال لي في التمرين قال لي كم عدد السحبات الممكنة؟ قد نقول لي هنا عدد السحبات الممكنة هو اسمنا عدد السحبات الممكنة في باقة في بداية الترس منه. كاردينال اوميغا. اذا كاردينال اوميغا تنضيره بما اننا تميحنا في ان واحد. اذا نخدمه بالسي. اذا سي باش نخدمه. اذا هنا هي ان ان بي. وشنا هي ديك السي ان بي كما قلنا ان هو مجموعة الكورات و بي هو عدد الكورات المسحوبة. اذا هنا ان مجموعة الكورات شحل عندي في الصندوق عشر كورات. وشحل بنسحب النوم من كورة. يعني من بين عشر كورات في الصندوق سأسحبه تلات كورة. اذا سي تلاتة من عشرة. اذا هنا كحساب بسيط كنتنا عارفوا ديما سيكون فيها الكسر. اذا اياه عشرة في تسعة في تمانية لتلات كورات كما شفنا كيف اشنا نحسبوها تسيادة في بداية الترس. لا بتخصنا ارجعوا للترس للناس اللي ما شافوش الترس. على تلاتة في اتنان في واحد. اذا هذا الحساب هذا تسوي لي مئة وعشرا. اذا تقدر تطينت الكالكولاتريس حسب الشهادة وتحاول تحقق من الحسابات. ولا عند سهو مني مني او نسيا حاولت صح انت هذا المعطيات هذا. اذا كان هذا السؤال الاول السؤال التاني. اذا السؤال التاني هو احسوب احتمال احداث التالية. اذا الحادث الاول والحدث ا. احتمال الحادث ا. اشنا هو الحادث ا? هو الحصول على ثلاث كورات حمراء. اذا الى جينا رسموها هذا الحادث كما ما درنا نحاول ندر واحد تلاتة اشون هنا اياه ثلاثة لكاز. لان اذا سهب ثلاثة الكورات. كيف يتم كلهم دوك ثلاثة الكوري بيتم كلهم حمرين. كلهم حمراء. اذا شحنا عندي من الكورة حمراء هنا ثلاثة. اذا كما قلنا احتيمتها اي حدث هو اش هو نقسم على هو هذا اللي حسبنا هنا. اذا شحل حسبنا في حسبنا مئة وعشرين. اذا هو عدد السحابات التي تحقيق. اذا بنسحب هنا ثلاث كورة حمراء وتنشوف شحل من الكورة حمراء عندي في السندق. واحد اتنان ثلاثة اربعة اخمسة. اذا انا ازلية تلاتة الكواري. عشوائيا من بين خمسة. اذا خمسة كورات خاصة نزمنهم ثلاثة حمرين. اذا عندي خمسة حمرين في السندق. خاصة نزمنهم ثلاثة حمراء بالضبط. اذا خاصة نزل سي. ثلاثة من بين خمسة. اذا كحساب هنا هي ثلاثة من خمسة هي خمسة في اربعة في عفوا نحاول نحاسبها في شيء انت اخر. سي تلاتة من خمسة كما قلنا هي خمسة في اربعة في تلاتة على تلاتة في اتنان في واحد. اذا تلاتة غد مش بها تلاتة اتنان غد تختز المعاجي بتوقع اتنان خمسة في اتنان عشرة. اذا كما قلنا سي تلاتة من خمسة تتساوي عشرة. عشرة على مئة وعشرون. اذا لدينا شيء اختزال هنايا نحاول ندر شيء اختزال. تتساوي ليا ديريكتمو الى حيثنا يصفر مع صفر ودقالية واحد على اتنى عشر. اذا احتمال الحصول على تلات كرات حمراء هو واحد على اتنى عشر. اذا كاستنتاج بسيط هنا يومي عمل الترتيب ما حاولناش كاعدة تطرخنا له هنا في هذا المثال هذا. ما حاولناش كاعدة اشفناوش كانش معامل الترتيب علاش لان معامل الترتيب في اه اه اني الواحد ما تنستخدموش. اذا نلاحظوا معنا مزيان. اجابة بسيطة جدا. نحاول دابا ندزول احتمال الحادث بي. اذا دابا نحاول نحسبو اه احتمال الحادث بي. الحادث بي. افوا. الحصول على تلات كرات من نفس اللون. اذا مرة ما قليش تلاتة حمرين ولا تلاتة من لون معين. وانما قليت تلاتة من نفس اللون. اذا كفكرة اولى تلاتة من نفس اللون يا اما كلهم غادي خرجوا لي حمرين. او كلهم غادي خرجوا لي زرقين. يعني اما كلهم غوج ولا اما كلهم بلو. اذا اه لاحظوا واحد قديل اسود مدرتوش علاش لانه لا لا يحتوي الصندوق على تلات كرات سوداء وانما اتنان. اذا لا يمكن الحصول على تلات كرات سوداء. كما قلنا هذا اوذة تعني زائد. لان عندي تلاتة هنا اذا بدنا نحسبه بي ديال بي. كما قلنا ارى هو الكاردينال ديال بي نقسم على كاردينال اوميغا. الكاردينال ديال اوميغا حسبناه لهو مئة وعشرون. بداية التمرين هو عدد السحابات الممكنة. كاردينال ديال بي هو عدد السحابات التي تحقق الحدث بي. كما قلنا او هي زائد. نبدأ بهذا اللولاني هذا هو. بدنا نزوء تلات كورات حمراء من بين شحل في الصندوق عندي خمس كرات حمراء. اذا بنا حسب السي تلاتة من خمسة. زائد لدي زو الكورات زرقاء. اذا بنسحة تلات كورات زرقاء من بين شحل لديهم كورات زرقاء في الصندوق. عندي ثلاث كرة زرق يعني ما فيه تنش ثلاثة اذا السي ثلاثة من خمسة كده حسبتها في اللول ارا هي عشرة السي ثلاثة ميتات قلنا اقتل ما كان لعدد متشابه بحال بحال ارا هي دائما واحد على مئة وعشرين اذا الشحر قد اعطيني هذا الشيء ده احدى عشر على مئة وعشرين اذا احتمال الحصول على ثلاثة كرة من نفس اللون هو احدى عشر على مئة وعشرين نجد هذا السؤال لاحتمال حدد السي اذا احتمال السي هو اشن هو السي هو الحصول على كرة حمراء وكرة سوداء يعني نوع بصفة عامة بنا نحاول نحصله على اه جوس الكواري حمرين وكرة سوداء يعني في المجموعة شحل عندي ثلاثة كرة يعني طريقة سحبها متى تغير شي انت نسحب ثلاثة كرة ولكن هذا المرابط نحصله على جوس الكواري حمرين والثالثة كحلى يعني مختلفين شي شوية اذا هنا عاش بنا نحاول نقوله نحاول نرسم هذا الحدث هذا قال لك اوتي بنا نحصله على جوس الكواري حمراء يعني اثنان حمراء والاخرى اه سوداء الاخرى نوعه الى كمراحظة هنا نقدروا نلاحظها هو كين واحد اختلاف بين هاد الكورة تهدو وهذه هناك ناداك الاختلاف اذا اقتماكن هاداك الاختلاف بالضبط تنحاولون نديروا عمليات في الطرب اقتماكن الاختلاف تنديروا الطرب اذا حاولوا تركزوا معايا مزيان فاد مسألة اذا من انجاة الطرب هادا هو دكوة اذا نقدرون نقوله او هي زائد وهي في علش لانا عندي جوس الكواري حمرين وكورة سوداء اذا اقتماكن عندي شي اختلاف قبل ما كان لدي شي اختلاف اما كانوا كلهم حمرين او لا كلهم زرقين داب عندي جوس حمرين والثالتة بالضبط سوداء اذا كان اختلاف دونك غادي ندير ذلك الرمز فيه اذا هنا نحسب كما قلنا ارى هو كاردينال ديال سي مقسم على كاردينال اوميغا كاردينال اوميغا هو دائما مئة وعشرون كاردينال ديال سي يعني هنا نبدأ بغيد جوج الكواري حمرين يعني غادي نحسب سي جوج الكواري من الحمرين شحم الكورة حمرية عندي في صندوق خمس كورة يعني بنحسها بجوج من كل خمسة في على شفية حينت كينا هنا في كنتك تكون اختلاف وهنا واحدة من من السوداء اني بنسعب واحدة من بين تحمل الكورة صوداء عندي ايدي جوج الكوري سوداء وتتلاحظوا هنا رغم الا م incentiv merk deemed العامل الترتيب لو لا حنありがとうござ من عمل الترتيب لك ان 들고 ناخد نفتةانيا مع عامل الترتيب ماكينش لاتش لان الترتيب غير مهم وغدا نشوفو في المثال التاني بان واحد واحد من عمل ترتيب بيبن�� اذا اثنان من خمسة اثنان من خمسه الليbed Ki packed with five رأي خمسة في اربعة على اتنان في واحد اللي هي عشرة. والس واحد من اتنان. الس واحد من اتنان رأي هي اتنان. اذا آآ بتعطيني عشرة في اتنان على مئة وعشرين. شاء الله غادي تعطيني في الاخر. عشرين على مئة وعشرين. الى حاول نقص منها ايا واحد على ستة. كما قلنا رأي عشرين على مئة وعشرين. الى اختزلنا صفر مع صفر بتوقع جوج على اطناش. جوج على اطناش الى اقص منها على جوج البسط والمقام. واتتعطيني واحد على ستة. اذا الاختزال تنزير علاج لان في امتحانات الوطنية لابد ما تعطيك النتيجة مختزلة. اذا نحاول ان تتعطي تختزل ولا استخدام الى الحاسيبة. باش تحاول تختزل الارقال. ده با غادي نزول احتمال دي. دي هو الحصول على تلات كورات مختلفة. وده با غادي نزيده متنا ومتنا. الشيء قصده متنا ومتنا يعني دو زا دو. يعني كل كورة مختلفة على الاخرى. يعني التوحدة ما تتشبه الاخرى. يعني تلات الكورة مختلفين كله. تماما. اذا الى بنى الرسم واحد الاحتمال هذا. هادي نلاحظوا بانه وحدة حمراء والخوراء زرقاء والخوراء نواغ. اذا باش نشوفوا الاختلافات فين كينين هنايا. كما قلنا هادي حمراء وهادي الزرقاء بنتهم اختلاف. يعني كين واحد اختلاف هنا بنت الكورة وهادي. وهالتاني هادي الزرقاء والخوراء سوداء. اذا كين واحد اختلاف عودتاني هنايا. اذا كلهم سوداء. في مكان الاختلاف تنحاولوا نجروا عمليات الطرب كما قلت لكم. عمليات الطرب. اذا هنايا اختلاف تعني عمليات الطرب لانه تنقولوا كورة حمراء و كورة بيض الزرقاء و كورة سوداء. اذا هنا اذا بنا نحسبوا الاحتمال دي هادي كون سعال ان شاء الله عفوا بديل دي ها تقسم دائما على كغدينة الاميغا وهنا كغدينة دي مقسم على كغدينة الاميغا. كغدينة الاميغا كما قلنا في بداية التمرين هو مئة وعشرة. اذا كغدينة دي اول حاجة تحولوا الاميون الاخر. بيت كورة واحدة من الحمراء. يعني كورة واحدة من الحمراء. يعني واحد من خمسة. يعني بنز كورة واحدة حمراء من بين خمس كورات في الصندوق. في كورة واحدة من الزرقاء. يعني واحدة من الزرقين. واحدة من ثلاثة. اذا بنز كورة واحدة من الزرقين. يعني واحدة من ثلاثة. في كورة واحدة من السوداء. يعني واحد من كورتين. يعني واحد من اتنان هي اتنان. كل شي على مئة وعشرون. اذا خمسة تلاتة خمسة في اتنان عشرة في تلاتة ستون. تقدر تسخدم الالة الحسيبة على مئة وعشرون. اذا ستون على مئة وعشرون. هاتي تعطيني واحد على اتنان. بالاختزال. يعني لقسمتي الفوق على ستين والتحت على ستين. اذا احتمال الحصول على ثلاث كرات مختلفة هو واحد على اتنان. تضح دوات القيام كلهم لخرج وليس يكونوا محصورين ما بين سفر وواحد. لان القاعدة تقول بان الاحتمال دائما محصور ما بين سفر وواحد. اذا نحاول دابا ندزل في فيديو اخر ان شاء الله ندزل البقية التمارين. ولكن هذا مرة نفس التمارين ونحاول نحسبه مشي تآنيا. هاتي نحاول نحسبه بالتتابع وبدون احلال. ومن بعد العادة هاتي نحسبه بالتتابع وبدون احلال. كان معكم الاستاذ امين. تمنى انني وصلت لكم الفكرة. شكرا جزيلا على تتبعكم. والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا دعائكم معي. بالتوفيق ان شاء الله.